أكد متحدث باسم مجموعة أسترازينيكا أن حجم الشحنات الأولية سيكون أقل مما كان متوقعاً بسبب انخفاض العوادي في أحد مواقع التصنيع ضمن سلسلة التوريد الأوروبية الخاصة مضيفاً أن المجموعة ستعمل جاهداً لزيادة الطاقة الإنتاجية وستبدأ في شحنات اللقاحات للاتحاد الأوروبي في فبراير ومارس من العام الحالي ونقلت وسائل أعلم بريطانية عن مسؤول لشركة أسترازينيكا قوله أنه كان من المقرر أن توفر الشركة نحو ثمانين مليون جرعة من اللقاح للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس المقبل ولكن هذا الرقم انخفض إلى واحد وثلاثين مليون جرعة تقريباً بدورها ذكرت المفوضية الأوروبية أن شركة أسترازينيكا قد أبلغتها بذلك وإنها تعمل بجد على معرفة المزيد من التفاصيل وكان قد أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة لشراء 300 مليون جرعة على الأقل من لقاح أسترازينيكا